طبيعة الأرض الجيولوجية الخاصة بالكويت لا يحدث فيها زلازل قوية فقد أوضح دراسات علمية وقراءات أجهزة الرصد العالمية والمحلية بأن الزلزال في الكويت ضعيف وتأثيره مجرد اهتزاز وردة طبيعية من الدول المجاورة يعني منطقة الكويت منطقة جيولوجيا مستقرة ولا تحدث فيها الزلازل مدمرة المناطق التي تحدث فيها الزلازل المدمرة هي في منطقة جبال زاجرس وهي بعيدة عننا وبالتالي حتى الزلازل التي تحدث هناك تأثيرها محدودة على دولة الكويت تم تصميم الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت الأبحاث العلمية بأحدث التقنيات العالمية بسبع محطات قصيرة المدى والمحطة الثامنة ذات مدى فائق للتساع ثمان محطات منتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت المحطات شغالة 24 ساعة فأي زلزال يحدث تبدأ اهتزازات في الأرض وبالتالي تبدأ تسجيل الزلزال هذا ويجي عندنا في الشبكة هنا ونقوم بتحليلة نحلل القوة والعمق ونحلل مكان وقوع الزلزال التاريخ الزلزالي للكويت يشير إلى حدوث زلزال في البلاد ولكنه ضعيف إلى متوسط وكان تأثيره مجرد اهتزاز في المباني التي من المفترض أن تكون حاصلة على كود البناء الخاص بالزلزال فالمصمم الذي يصمم هذه المباني لا بد أن يأخذ بالاعتبار الزلزال والحركات الأرضية اللي يأخذها بالاعتبار عنده تسميم الحديد على سبيل المثال مساحات الخرسانة وأماكنها أو بعض الاحتياطات لامتصاص الزلزالي في هذا كلها تأخذ بالاعتبار لا أحد يستطيع التنبؤ بوقوع زلزال لأنما يتوقع أن يكون مبنيا على إحصائيات فهذا أمر لا يمكن التنبؤ به بأي شكل من الأشكال معهد الكويت الأبحاث العلمية يملك القدرة التقنية والفنية لرصد الزلازل ومساعدة متخذي القرار في توفير البيانات والمعلومات لتنفيذ الخطط والحد من خطر الزلازل من معهد الكويت الأبحاث العلمية بروع محرم تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر